اشتركوا في القناة القمر موجود في الحوت في منزلة المؤخر وهي المنزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر وطبعا حكينا ان تأثير القمر على كافة الابراج لما بكون موجود في برج الحوت تلعب الناحية الروحية دورا بارزا في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرام هم بينزوه جانبا وبيضرف الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيب عن عمله نتيجة المرض او شعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حباء الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واختناء آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم اول زاوية رح تكون زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وتجعلهم مزاجي الطباع اما بالنسبة للزاوية اللي بعديها هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة تسعة وخمسين دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشكل غير متوقع وممكن يصدرنا منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للحدث المهم اللي رح يصير خلال هذا النهار هو كوكب زحل كوكب زحل اللي موجود في الجدي رح ينتقل للدلو في تمام الساعة ثلاثة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا رح ينتقل ورح يمكث فيه حتى يوم احدى عشر خمسة في حركة امامية ثم سيشرح في عملية التراجع ليعود مرة ثانية لبرج الجدي وهذا الاشي رح يكون يوم واحد سبعة فبالمنتصف الليل تقريبا يعني بتوقيت الاردن بيكون في اثنين سبعة زحل يعني معروف عنه هو النحس الاكبر او المعلم الصارم هو كوكب بلغة المصطلحات علم الفلك احنا منسميه بارد يابس ترابي مذكر نهاري بيته الجدي والدلو وشرفه بالميزان وباله بالسرطان والاسد وهبوطه بالحمل يعني بمعنى اخر انه رح يكون له تأثيرات قوية بما انه هو رح يكون في بيته زحل بيمثل مسؤولياتك ووجباتك وبيدل على الانضباط الذاتي والتقدير الذاتي والالتزامات والقيود والانتقادات والشكوك بيمثل نماذج السلطة اللي بتعترض حياة كل واحد فينا وعند تقدمك في السن هذا بيمثل نوع من انواع السلطة الذاتية زحل مسؤول عن الانجازات الدائمة اللي بتحققها خصوصا اي شيء بيتعلق بامر بيتطلب نوع من انواع التضحية عشان تتخطى العقبات بيمثل زحل الجانب الطموح من شخصيتك وهو برضو معروف بشكل جيد بقواك ونقاط ضعفك بيدل ايضا على الامن والحماية واذا كنت حذر فرح يعلمك كثير اشياء الها علاقة بتصرفاتك وانطباعاتك بمعنى اخر اذا انت ما استوعبت الدرس ومن تجارب الحياة وتجنبتها فهو رح يرجع ويعلمك اياها عشان تتجنبها غصب عنك عشان هيك هو اسمه النحس الاكبر عند القدماء انا بالنسبة الي بسميه المعلم الصارم لانه بيعلمك كيف تعيش بالمجتمع وبذكرك بوجوب الخضوع للقوانين واحترامها الان بدي اشرح لكم شوي عن اشياء لها علاقة بزحل وتأثيراتها الدولية والشخصية والاشياء اللي رح يركز عليها خلال فترة تواجده في برج الدلو زحل بيدل على النظام على التقاليد على الادارة على القوانين الادارية على الامن الشرطة السلطة التحفظ بيدل على تعصب المذهب بيدل على العقيدة وبما انه رح يكون موجود في الدلو فمعناته اكثر شيء رح يأثر عليه هو الحركات النقابية والشراكات او الشركات والبحث عن البحث العلمي بالبلد نفسها وبما انه رح يكون بالبيت الحادية عشر يعني بيت 11 فبيدل على بيت الاصدقاء الموثوق فيهم الاشخاص اللي بيدموا لك نوع من انواع الدعم او الحماية على المشاريع على الامل اللي انت بتتمناها على العملاء على الانصار على الاتباع على العواطف على الرزانة وعلى الحب العذري بدل كمان على احتياجك للاخرين على الاحاطة نفسك بالاشخاص على اشياء اللي بتساعدك على تحقيق اهدافك على مشاريعك الجماعية يعني بمعنى اخر هو رح يدخل على مكان باللغة العامية هيك هسا نطلع احنا من اللغة العربية الفصحة وعن المصطلحات والشغلات اللي زي هيك ببساطة هو يداخل على مكان على بيت رح يضغطك بعلاقاتك باصدقائك بمعارفك رح يكشف وجوه جديد للك رح تتفاجأ وتنذهل من بعض الاشخاص اللي انت بتتعامل معهم رح تجد حالك بفترات كثيرة انت وحيد ما فيه لك اشخاص تساندك يعني بدك تعتمد على ذاتك رح يدخل على مكان دائما هي محور كل دولة انه قليل جدا رح تشوف ناس وسط يا بتلاقيهم اقصى اليمين يا بتلاقيهم اقصى الشمال ما فيه وسطية فرح يكون فيه التزمت هو اكثر اشي رح يكون خلال الفترة هاي وميول الاشخاص لا اتجاه معين يا يمين يا يسر طيب بيجي واحد بقول لك انا شو بهمني من هذا الموضوع كله لا انا بحب اعطي كل المعلومة عشان الكل يبيفهم كل المعلومات مش جزئية من المعلومة وعشان لما تسمع انت شخص بيجي بقول لك زحل والوباء وزحل والموت وزحل يدل على دخوله في الدلو على انه بده تنقرض الدنيا كلها تقوله انت كذاب بمعينك هذا علم الفلك اللي احنا درسنا وهذا اللي بدل عليه لا في تنظرات لا في زيادة ولا في نقصان مش بقعد انا اشوف الوضع السياسي وين ماشي او وضع البلد وين ماشي او وضع الامراض وين رايح بروح بركب زحل على الموضوع انتقال وهو السبب في هذا الموضوع ما قلوش اي علاقة هذا بكل الكلام اللي بنطرح على الساحة اللي انا حكيت لك هي هو هذا العلم الثابت اللي ما في مجال انك تزيد او تنقص منه مهما حاولت هو هذا هو بس طيب المهم انه انتقال زحل للدلو يعني بسبب عبئ ومسئولية وبيجدوا الحياة موليد برج الدلو انها صارت اصعب بما كانوا يتصوروا بتصير الامور تمشي معهم بصعوبة وبصير العبئ عليهم كبير فعشان هيك بتصير الامور ما بتمشي معهم بسهولة بتصير الامور تمشي معهم بصعوبة هم اكثر ناس رح يتأذوا من تواجد زحل عندهم زحل ما رح يظل موجود طول السنة هاي السنة عندهم هو رح ينتقل زي ما حكينا انه رح ينتقل للدلو رح يمكث في الدلو فترة معينة اللي هي لغاية 11-5 بعدين في 11-5 بده يصير يتراجع يعني نحسه بده يضاعف لغاية 1-7 بعدين بده يرجع للجدي مرة ثانية في ناس بيقول لك كيف هو الكوكب بيمشي لأه قدامه بيمشي لورا لا هو بصير ابطأ في حركته يعني بصير بطيء بالحركة تبعته بالانتقال لدرجة انه كل القاعد الفلكية والبيوت الفلكية والابراج والكواكب بتصير اسرع منه في الحركة فبصير هو يهيأ لك انه هو بتراجع بس هو فعليا هو ماشي بمساره ما بيرجع لورا هو ماشي بمساره ولكن كل القاعد الفلكية بتصير اسرع منه بالدوران فعشان هيك بيبين للناظر انه هو او للحسابات انه هو بتراجع لورا طيب أنا بالنسبة لمثلا برج الأسد إيش بيأثر علي أنه زحل انتقل للدلو أو أنا العذراء شو بيأثر علي أو أنا الثور الآن كل برج فيه تأثيرات معينة رح يتأثر من تواجد زحل في الدلو الحمل بدهم يمتنعوا عن مواجهة أو فرض السيطرة على الأصدقاء لأنه ممكن يخسروهم أو تكبر المشاكل من خلال هذا الباب الثور بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل يعني رح تكثر المواجهات والضغط ورح يلاقوا أنه مسؤولينهم يحطوا ضدهم صار فيه مناغرة بينهم وبين زملائهم وبتكثر كل المسؤولية والضغط بيصير على هذا الباب الجوزة بدهم يديروا بالهم بالسفر البعيد بدهم يعرفوا وينهم رايحين بدهم يدرسوا البلد بشكل منظبوط بتتناسب معهم تتناسبش معهم بقدر أغامر فيها بقدر أعيش فيها بقدرش أعيش فيها وفي منهم ممكن يسافر وما تزبطش مع الحياة ويعود يرجعهم في منهم ممكن تتعطى الأمور السفر وما تزبطش السفر ويظل قاعد في البلد بدهم يتجنبوا برضو قضايا قضائية راح تلاحظوا أنه موليد الجوزاء في نسبة عالية جدا منهم راح ترتفع عليهم قضايا قضائية أو يروح يصير عندهم مشاكل في المحاكم برج السرطان بدهم يحذروا من أي مشاركة مالية لأنه سهل جدا أنه يدخل في أي شراكة ويفشل فيها إذا هو ما درسها ما فهمها ما عمل جدوى اقتصادية كاملة للمشروع عشان ما يخسرش زحل بحاول أنه يدفعك باتجاه عشان يقرصك ويعلمك فحاول أنت تكون محتاط من هاي الأمور عشان أنت ما تخسرش برج الأسد راح ينضغطوا في مجال الشراكة المالية والعاطفية كثير منهم راح يصير في مشاكل عندهم في بيوتهم بينهم بين زوجاتهم أو أزواجهم وممكن إذا ما مسكوا أعصابهم وكانوا حكيمين في الأمر هذا ممكن توصل لمرحلة الفصال أو مرحلة الطلاق أو مرحلة النزاعات المستمرة لدرجة أنه تصير حياتهم مش سهلة أما بالنسبة لماليا فسهل جدا أنه يدخل في مشروع مالي ويفشل فيه أو أنه ينتصب عليه أو يخسر فيه موليد برج العذراء في العمل لا سيما في العلاقة مع الزملاء وبدهم يمتنعوا عن رفع حاجيات ثقيلة يعني كثير من موليد برج العمل راح يتأذوا في عملهم ممكن أشخاص منهم يخسروا عملهم في أشخاص طبعا بما أنه حكينا رفع أشياء ثقيلة لا هو إحنا منحكي الصحة فعشان هيكي منقول ديروا بالكو من أمراض مفاجئة من أشياء معاكسة لإلكو بدكو تنتبهوا لصحتكو بشكل واضح تماما في منكم ممكن يمرض مرض مزمن بالفترة هاي إذا ما وقع حاله بشكل جيد الميزان بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع أحبائهم عادي جدا أنه يخسر حبيبه هنا ما منحكي عن شراكة هنا منحكي عن الحب يخسروا حبايبهم تنتهي علاقات ممكن استمرت لسنوات تنتهي فجأة بلمح البصر ممكن يصير مشاكل بينهم بين أحبائهم فعشان هيك بدهم يضبطوا أعصابهم عشان ما يخسروا برج العقرب بدهم يتجنبوا مواجهة مع أفراد العائلة وبدهم يحذروا النيران والأدوات الحادة يعني بمعنى آخر كل المشاكل العقرب راح تكون عن إشي له علاقة في البيت مع أبائهم مع إخوتهم مع أمهاتهم ممكن يخسروا بيوتهم ممكن يترحلوا من بيوتهم ممكن تصير أي ظرف على حسب أنت حياتك كيف عايشها وبرضو اللي بيشتغلوا في الأشياء اليدوية والنساء اللي بيشتغلوا في البيوت بدهم يديروا بالهم من النيران ومن الأدوات الحادة من الجروح من الحروف من الأشياء اللي زي هي أما بالنسبة للقوس بدهم يحذروا في السفر داخل المدن وبدهم يتجنبوا مواجهة مع أخ أو جار فعشان هيك بيضغطهم هذا على التنقلات على التسرع على العصبية بيخلق لهم نوع من أنواع المشاكل بينهم وبين الأشخاص من وراء عصبيتهم ممكن مغامراتهم يتسبب لهم ببعض الحوادث ممكن يشتروا سيارات ينغشوا فيها أو سيارة هاي تنشطب لا قدر الله وممكن برضو يصير مواجهات بينهم وبين إخوتهم أو بينهم بين الجيران وتتصاعد المشاكل لتصل لمرحلة أنه تصير لا تطاق أما بالنسبة لبرج الجدي بيستفيدوا ماليا من وجوده في الدلو ولكن في المقابل أنها بتتصاعد عليهم النفقات أما بالنسبة لبرج الدلو بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع الغير لأنه عندهم استعداد للتصرف متسرع بشكل كبير فعشان هيك أي إشي بدهم يشتغلوا فيه بدهم يدرسوه أي إشي بدهم يبادروا لعمله بدهم يدرسوه بشكل جيد ما يغامروا بمشاريع ولا بصفقات تجارية ولا بأشياء العلاقة بالأموال ولا يغامروا بمشاريع بدون دراستها يعني بمعنى آخر بدهم يدرس أموره بشكل جيد على كل الأوضاع على كل شيء حتى عاطفيا ماليا صحيا كل شيء لأنه عندهم أما برج الحوت بدهم يحذروا من تآمر وراء الكواليس بيكثروا الأعداء بيكثروا المتآمرين اللي بتآمر عليهم من وراء الكواليس بنضغطوا من أعمالهم بنضغطوا من وراء شركاتهم ناس ممكن إنها تكشف عيوبهم ناس ممكن تكشف سرهم أشياء من هذا القبيل هاي الأمور اللي أنتوا بتكون تحتاطوا منها من تواجد زحل في الدلو أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعديها وهي آخر زاوية هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين عطارد وأورانوس وهاي طبعا الزاوية تأثيراتها رح تستمر لمدة تقريبا التسعة أيام لأنها تعتبر من الزوايا البطيئة زوايا اللي مع القمر مدتها 12-13 ساعة ثمان ساعات بس المدة هاي وبتنتهي أما الكواكب البطيئة لا مدتها بالطول لا أيام هاي الزاوية بتكون الساعة 1-18 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش بننشط ومنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كمان بتتعزز قدرتنا العقلية بيسهل علينا حل وفهم مسائل علمية بتعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود عنا وبما أنه القمر رح يكون موجود في الحوت معنات خلوة المسار القادم رح يكون يوم 23-03 في تمام الساعة 2-50 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى اليوم التالي في تمام الساعة 12-58 دقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحمل بالنسبة للقمر وعمر القمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام الساعة 2-19 دقيقة فجرا بيصير عمره 27 يوم نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19-4 المزاج سعيد القمر في الحوت حتى 24-3 المزاج سعيد عطارد في الحوت حتى يوم 11-4 مزاجه منتحس الزهرة في الثور حتى 3-4 المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى 30-3 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج زحل في الجدي وبعدين رح ينتقل للدلو لغاية يوم 11-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج أورانوس في الثور حتى 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوته في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج طبعا بما أنه إحنا رح نحكي الآن توقعات الأبراج توقعات الأبراج اللي أنا بذكرها بذكرها للبرج وللطالع فعشان هيك اسمع برجك واسمع طالعك شوف مين اللي بغلب عليك أكثر مين اللي بتشوف التوقعات بتصير معك أكثر هو اللي بتصير تتبعه وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر معروف أنه موجود في بيت المتاعب عشان هيك بتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنكم تخلدوا للراحة أنتوا في أضعف وأقل أيام الشهر حض ما تراهن على الحضوض أبدا وما تحسم أمر خلال هذا النهار يعني ممكن تميل شوي للهدوء البعد عن الصخب ممكن تتوقع أنه يكون هناك فوضى أو تأخير أو خسارة خلال هذا النهار بسبب تواجد القمر في بيت متاعبك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور يعني شيئا ما فيها نوع من أنواع الروتين ولكن في ساعات الظهر شوي بتتغير الأمور بتحس حالك في عندك نوع من أنواع النشاط وفي عندك نوع من أنواع التحسن المعنوي ممكن يستمر معك أربع خمس ساعات بسبب خبر أو بسبب شيء أو مديح أو كلمة تنعشك شوي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور على المستوى المالي ما زالت الأمور ضغطة عليك فعشان هيك لا رح يكون في نتائج خلال هذا النهار أو الوعودات اللي أنت نعدتها ممكن أنه يجي خبر بأنه ما زبطت أو ما رح تمشي معك فعشان هيك رح تنضغط ماليا بالفترة القادمة اللي هي تقريبا بنحكي إحنا عنا أربع أيام فيها نوع من أنواع الضغط ولكن اليوم بوادرها بتهل عليك يعني الأخبار بتوصلك بشكل أوضح وبشكل مباشر في منكو ممكن يتعطل عنده عمل معين في منكو ممكن أنه يصير فيه مطالبات مالية عليه يعني فيه نوع من أنواع الالتزامات خلال هذا النهار رح تكون بداية ضغط مالي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه برضو عندك قدرة على الإقناع عندك نشاط عندك حيوية بتبحث عن مواضيع معينة عندك قدرة للحوار يعني فيه أشياء جيدة رح تكون خلال هذا النهار على مستوى الاتصالات والمواصلات والبحث والدراسي أشياء لها علاقة بالاهتمام بأمور لها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالسيارات بالهواتف بالبريد بالمراسلات بالأمور هاي ككل بتكون إيجابية عندك قدرة على الإقناع عالية جدا رح تكون ورح تكون مميز أما بالنسبة للبيت الرابع واللي هو تقريبا أكثر الحضوذ رح تكون موجود فيه هو شيء له علاقة بالاجتماع العائلي أو لمع عائلية أو موضوع عائلي بيكون جيد جدا يعني بنعشك شوي بعطيك نوع من الأخبار الإيجابية ممكن اجتماع على موضوع معين أو حل موضوع معين أو تحديد لمناسبة أو لخبر مستقبلي رح يكون برضو بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على مستوى الحضوذ يعني جيد لا بأس فيه ولكن مش إنه ممتاز جدا إنك أنت تحاول إنك تمتحن حضوذك أما على مستوى الأمور العاطفية فهو برضو جيد بدعمك عاطفيا بشكل ممتاز خلال هذا النهار ممكن تتواصل مع الحبيب أو يجيك خبر منه ممكن تنحل مشكلة كنت متأرق منها أو متخوف منها يجيك يعني بصيص أمل لأنه هاي الأمور بلشت تتحلحل أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأعمال موكللة إلك ممكن تنجز بعض الأعمال خلال هذا النهار وممكن تهتم بأمور صحية ممكن الأمور الصحية هاي تكون إلك أو لأحد الأحبة لا إلك ولكن أنه كل الاهتمامات رح تكون على أمور إلها علاقة بالعمل وعلى أمور إلها علاقة بالأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع وبيت الشراكي فما زالت الأمور ضغطة عليك يعني بمعنى آخر ممكن أنه في أي لحظة ثور أو يصير في مشكلة بينك وبين الشريك في المال أو في العاطفة ممكن تحتد الأمور ممكن كلمة ما أجت مناسبة أنت انضغطت منها فكون الرد عصبي جدا وممكن هو اللي يتصرف هذا الأمر معاك فيكون في نوع من أنواع العصبية أو حدية في طريقة الرد أو التعامل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أن الأمور ممكن في ساعات الظهر يصلك خبر إلو علاقة بنوع من أنواع الدعم أو وعد بمساعدة بأموال خارجية أو أشخاص ممكن يدعموك بشيء من المال أو مساعدة فبكون الأمر إيجابي ممكن تكون الأمور شوي يعني بالنسبة لك مش مقنعة بالشكل الكافي لأنه هذا مجرد كلام أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه اليوم فيه اهتمام في مواضيع خارجية في أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم باتصالات أو أشياء لها علاقة بالتفقد أو أمور لها علاقة بتأجيل رحلة أو تأجيل موضوع سفر أو ترتيب لموضوع سفر المستقبلي يعني أشياء لها علاقة بترتيبات لها علاقة بالسفر البعيد أو بالدراسة أو بالامتحانات أو بالقضايا القضائية بكلها يعني كلها حوالين هاي المسائل الآن المواضيع شوي فيها نوع من أنواع الشدة ولكن إن شاء الله أنه ترتيباتك هاي بتكون إيجابية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما على مستوى العمل يعني اللي عنده عمل أو على رأس عمله ممكن أنه يشوف أنه الأمر روتيني يعني بيقدر يعمل العمل عليه بدون لا زيادة ولا نقصان بدون لا مشاكل ولا أي حدية بالتعامل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيخليك شوي اليوم تتفقد بعض الأصدقاء أو بعض الاتصالات أو هم يتفقدوك يتصلوا فيك ففي نوع من أنواع التواصل إما لمشورة أو للإطمئنان أو نوع من أنواع المساعدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فذكرنا التأثيرات في بداية التوقع برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهمش أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج لقاء الناس المقربين طبعا نحن نحكي عن الأشخاص اللي لسه ما عندهم الحضر أو حضر التجوال بسبب الفيروس اللي بيقدروا يتحركوا وبيقدروا يطلعوا أما الأشخاص اللي عليهم الحضر فتواصلهم بصير على مستوى البيت أو مع الناس اللي موجودين حواليهم في نفس البيت بشكل أكبر أو ممكن من خلال الاتصالات طبعا القمر موجود في البيت 11 وبالنسبة للبيت الأول أنا شايف أنه الأمور النفسية فيها نوع من أنواع الضغط اليوم لأنه القمر تقريبا بلش يقترب لبيت المتاعب فعشان يك بيحسوا في نوع من أنواع الضغط النفسي نوع من أنواع الارتباك أو نوع من أنواع العصبية أو الحدية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني على المستوى المالي شيئا ما فيه نوع من أنواع الضغوط ولكن أنه بيقدروا يتجاوزوا المرحلة هاي بطريقة عقلانية لأنهم عندهم قدرة على ترتيب أمورهم وشؤونهم المالية بشكل عقلاني يعني بيقدروا يضبطوا ميزانيتهم بشكل عقلاني حاولوا بس يقللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه فيه كثير من الاتصالات والنشاط الفكري أو الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو البحوث أو المناقشات اهتمام بعض الأشخاص بأمور إلها علاقة بالسيارات بالاتصالات بالمواصلات اللي الطلاب عندهم اهتمام بالدراسة بالامتحانات بالإعداد أو بعملية تجهيز لأمور إلها علاقة بالبحوث أما بالنسبة للبيت الرابع وهو تقريبا الأقوى ظهورا خلال هذا النهار بشوف أنا الاهتمام كبير على مستوى المنزل أو على مستوى أفراد المنزل أو اللقاءات العائلية أو الاجتماعات العائلية في نوع من أنواع التواصل أو البحث في أمور إيجابية رح تكون بخبر بارتباط بموضوع فرحة موضوع حدا حامل عنده حمل مثلا بنتظر بمولود أو موضوع ميلاد طفل جديد على مستوى البيت ممكن تجهيزات لأمور إلها علاقة بالأمور العقارية شراء منزل أو انتقال لمنزل أمور إلها علاقة بالأثاث أو التغييرات الداخلية أو التحسينات أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه اليوم في نوع من أنواع الروتين على المستوى العاطفي ولكن في ساعات الظهر لا ساعات العصر بتكون الأمور بتكون الأمور إيجابية وقوية جدا لدرجة أنه بيكون في نوع اتصال أو مقابلة أو نوع من أنواع الأشياء اللي إلها علاقة بالحبيب بتيجي فجأة بتسعدك وبتبسطك أو ممكن أنت تعمل نوع من أنواع المصالحة مع حبيب في خلال هذا النهار في هذا الوقت فهي تكون النتائج إيجابية أما بالنسبة لبيتك السادس فشايف أنا الاهتمام كثير موجود عند موليد برج الثور في الأمور العمل أو إنجاز الأعمال أو ترتيب أعمال ممكن عبر الإنترنت أو عبر شغلهم أو أعمالهم أو ملفات أو أعمال داخل البيت يعني بيهتموا من خلالها ولكن أنه بقدروا ينجزوا كثير من الأعمال أما بالنسبة لوضع الصحي فبكون الاهتمام على المكملات وعلى الأعشاب وعلى الأدوية الاحتياطية والأشياء اللي إلها علاقة بالحفاظ على الصحة أو الحفاظ على المناعة أما بالنسبة لبيتك السابع فموضوع الشراكة يعني نحكي أنه فيه نوع من أنواع الهدوء ولكن هذا الهدوء أنا بعتبره الهدوء اللي بيسبق العاصفة فيه نوع من أنواع الحدية أو زي ما كنه اتنين الشركاء خصوصا الأزواج زي ما كنهم بيتربصوا لبعض مين اللي بديوا يغلط الغلطة عشان ينفجر الثاني فيه أو كأنه فيه أمور بيحتاطوا وقاعدين بيجهزوا حالهم لحرب ضروص رح تصير في الفترة القادمة حاولوا تمسكوا حالكوا وحاولوا بدون هذه الضغوطات والشحنات الداخلية أنه الواحد يظل يعبجواه على أساس أن الأمور ما تحتد وما تكبر بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أن الأمور على مستوى الأموال المنقولة أو الأموال اللي بتيجي وما بتعود لك ممكن اليوم تنوعد بموضوع إلو علاقة بالدعم المالي ممكن أشخاص تساعدك بنوع من أنواع الدعم ممكن تجيك بعض المساعدات الخارجية ممكن ينطرح موضوع إلو علاقة بسلفة أو قرض أو دين معين أنك بدك تداين من أشخاص أو من شركائك فيكون الأمر في نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو الاهتمام بمواضيع اللي لها علاقة بالسفر والدراسة والامتحانات والأمور اللي قضائية فبشوف أنا اليوم بلشت بوادر لأمر معين أو جواب لمسألة معينة ممكن خلال هذا النهار أنت تبلش ترتب لها بشكل جيد على أساس أنه تعرف أنت إيش ذك تعمل في الفترة القادمة في أشخاص منكم ممكن تكثر عنده الاتصالات أو المراسلات عبر التليفون أو الإنترنت بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاتمنان على حالهم أو حتى ترتيب لعمل مستقبلية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف روتيني تماما على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة فشايف روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك 11 فذكرنا في بداية التوقع أن القمر موجود عنده وهو اللي ضاقتك هو بيت المتاعب فعشان هيك بتحس حالك مرهق ما عندك نفس أنك تعمل أي شيء أو تنجز أي أعمال مطلوبة منك في نوع من أنواع الضغوطات اللي بترهقك فحاول أنك قدر الإمكان يتراقب أمورك الصحية حاول أنك تنجز العمل الضرورية وحاول أنك تأخذ قصة من الراحة وتخفف شوي من عصبيتك وحديتك برج الجوزاء ممكن اليوم تسمع خبر يجيك من بعيد وممكن برضو يصير في نوع من أنواع النشاط اللي إلو علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة ممكن ترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهم إيش إنك ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات الأضواء مسلطة عليك أهم إيش إنك تكون جاهز عشان تتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جدا وخصوصا على مستوى الأعمال وخصوصا على أمور إلها علاقة بالبيت العاشر البيت اللي إلها علاقة بالعمل مع المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة فممكن اليوم يجيك خبر معين إلها علاقة بهذا العمل أو أنه أنت بترتقب عمل معين ممكن أنه يجيك بشارة خلال هذا النهار لهاي الأمور ممكن أنت تنجز اليوم كثير من الأعمال الموكلة لإلك وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون مع رؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل لحل مشكلة قائمة فيكون الحلول بخلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي شيئا ما إيجابية ابتدعمك بنوع إيجابي فعشان هيك اليوم فيه عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال والتحرك حيويتك عالية وعندك نشاط عقلك نشيط جدا فمنقول أنه يوم فيه إنجازات رائعة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور على المستوى المالي جيدة تقريبا استقرت الأمور ممكن اليوم يجيك نوع من أنواع المساعدات أو نوع من أنواع الدعم أو بعض الأعمال اللي ممكن تحقق من خلالها بعض النتائج المالية حاول تستغل هذا النهار بشكل جيد لأنه ممكن الدعم يجيك يا أما من زميل يا أما من رئيسك بالعمل ممكن يوافقه على سلفي أو قرض أو أمور إلها علاقة بهذا المجال أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم برضو القوة موجودة في البيت الثالث فعشان هيك كثير بيكون عندكم نشاط أو اتصالات أو أمور إلها علاقة بالبحوث أو المناقشات الطلاب بيستفيدوا في أمور إلها علاقة بالدراسة أو البحث العلمي أو الأشياء اللي إلها علاقة بالمناقشات الستات البيوت بيكون عندهم حركة في أمور الترتيب والتنظيف والاتصالات مع الإخوة أو التعامل مع الجيران يعني كل واحد على حسب اختصاصه أما بالنسبة للبيت الرابع فهو مهم جدا على مستوى الاجتماعات واللقاءات العائلية أو التواصل مع أحد الأبناء أو الإخوة أو الجيران أو الوالدين أو الاهتمام في صحته أو التمأنان عليه أو مساعدته في أمر ما أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بدعمك في الحضوض والعاطفي فاليوم في مجال أنك تتواصل عاطفيا وممكن تحل مشكلة كانت بينك وبين الحبيب في الأيام الماضية اليوم تتواصل لنوع من أنواع الحلول فيها ولكن بدك تبادر بدون عصبية وبدون تزمت بالرأي حاول أنك تكون مرن أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك تقدر أنت تهتم في أمور عملية في أشياء لها علاقة بالصحة ممكن تهتم فيها أو تجري بعض الأعمال اللي لها علاقة بالصحة برضو بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفي الأمور يعني شيئا ما بلشت تستقر يعني ولكن مش هالاستقرار القوي ما زال فيه نوع من أنواع الضغوطات ولكن أنه بتقدر تتجاوزها يعني بتقدر تتحمل الأمور هاي أو تسيرها بالاتجاه اللي أنت بدك هي أما بالنسبة للبيت الثامن فهو إلو علاقة بالأموال المشتركة عشان هيك اليوم بعطيك شوية فرص إلها علاقة إما بتعوضات أو في أمور إلها علاقة بالأموال ممكن تجيك على شكل دعم أو نوع من أنواع المساعدة أو نوع من أنواع الديون أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعطيك نوع من أنواع النشاط الخارجي عشان يقولنا لك أنه اليوم ممكن يجيك خبر بيجيك من بعيد أو موضوع إلو علاقة بالدراسة أو بالبحث أو بالاتصالات أما بالنسبة للبيت العاشر فذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور على مستوى الصداقة يعني أقل حدية في نوع من أنواع التواصل أو الاتصال بأشخاص معينين من اللي بعزوا عليك تفقد لوضعهم أو ممكن حلول لبعض المشاكل ممكن يكون فيه أشياء إيجابية بتساعدك في كثير من الأمور خلال الوضع الراهن أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تكون يعني تنجز الأعمال الضرورية حاول تخفف من عصبيتك وحديتك الأمور شيئا ما مش مقلقة كثير على مستوى بيت المتاعب ولكن بدك تدير بالك من التوتر العصبي أو الإجهاد العصبي أو أشياء إلها علاقة بالتوترات أو شد العضل والتوتر العصبي برج السرطان يعني يوم ممتاز جدا للأمور اللي إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن أنك تتفاهم مع أحباك ممكن أنك تنجز كثير أعمال إلها علاقة بالسفر أو ترتب لأمور إلها علاقة بالسفر ممكن تهتم بأشياء العلاقة بالدراسة أو بالقضايا القضائية أو تبحث عن أمور تساعدك خلال الفترة القادمة البيت التاسع داعم ليلك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك بتقدر تنجز كثير من الأعمال اللي إلها علاقة بالسفر والاتصالات الخارجية ومور الدراسة والقضايا القضائية أو ممكن يجي قبر عن واحدة من هدول فيكون فيه إيجابية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة نسبيا على المستوى النفسي مدعوم ببعض الأمور رغم أنه شوي فيه نوع من أنواع الوساوس تضغطك إلى الفترة هاي حاول أنك أنت تتجاوزها أما نفسيا ومعنويا الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه اليوم فيه نوع من أنواع النشاط رح يكون على المستوى المالي فيه نوع من أنواع التحصيلات المالية ممكن تجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدة ولكن حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك ما في داعي أنك أنت تتوتر كثير تقدر ترتب الأمور بطريقة عقلانية لو شوي هديت من أعصابك أما بالنسبة للبيت الثالث يعني أقل بالحضوض أو بالتواصل أو بالاتصالات نشاطك محصور على أشخاص معينين باتصالاتك أو تفقدهم أو التواصل معهم ولكن بكثر عندك النقاش موضوع النقاشات وإبداء الرأي أو التعليق على مسألة معينة أهم شيء أنك تتعامل بليم بدون عصبية فيه ممكن يصير فيه نوع من أنواع تعاون بينك وبين أحد الإخوة أو الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه ما زالت الأمور البيتية شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية ماشي معك بالشكل المناسب يعني قادر أنك تسيطر على وضع البيت والأشخاص الموجودين في البيت تبدي وجهة نظرك بشكل عقلاني وقوي جدا فيه منك ممكن يتواصل اليوم مع الإخوة مع الأحبة أو يكون لقاء يجمعهم فيه إيجابية عالية جدا في هذا الباب فيه منك ممكن يهتم بأشياء مستقبلية لها علاقة في أمور البيت أو ممكن ديكور أو تغييرات داخلية أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فأنا شايف الأمور برغم كل هدوءها خلال اليومين الماضيات إلا أنه في ساعات العصر ممكن يجيك خبر أو يجيك موضوع معين يساعدك أو يدعمك في هذا الباب فعشان هيك يحاول أنك أنت تستقبل الأمر بصدر رحب وحاول أنك أنت تحل الموضوع بعقلانية أما بالنسبة للبيت السادس فأمور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك بشكل كامل ولكن الاهتمام الأكبر هو اللي شاد انتباهك هو الموضوع الصحي عشان هيك يفي عندك اهتمام عالي على الموضوع الصحي وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالوضع الحالي حاول أنه أنت ما تتوسوس وما تتشكك من هاي الأمور راقب حالك صحيا واهتم بمكملاتك الغذائية بدون خوف وتوتر أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور الروتينية على مستوى الشراك المالي والعاطفية فيه هدوء موجود الآن قائم ولكن ما بضمن خلال اليومين الجايات يعني يكون الأمر كأنه أنت بتستنى لا تنفجر من الغضب على مسألة معينة فحاول أنك أنت تمسك عصابك وما تتحجج أو تحاول أنك تتدخر المشكلة عشان تهجم مرة وحدة على الشريك حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان وما في داعي للمشاكل بالفترة الحالية أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأموال المشتركة أو الأموال اللي بترجع لك من تعويضات ممكن يجيك نوع من أنواع المساعدات أو يجيك خبر معين يدعمك وخصوصا في ساعات ما بين الظهر والعصر أما بالنسبة للبيت التاسع فذكرنا التأثيرات عليه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك العاشر فأقول لك على مستوى العمل أهم مش أنك ما تدخل بنقاشات أو حدية بطريقة التواصل أو التعامل مع زملائك أو شركائك في العمل حاول تمسك عصابك قدر الإمكان بدون أي حدية ما تقصر بأعمالك ولا بإنجازاتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك بعلاقاتك ومع أصدقائك ممكن تتواصل لحل المشكلة معينة أو تتواصل لعمل شيء معين خلال الفترة القادمة وفي نوع من أنواع التواصل مع الأصدقاء بشكل جيد جدا ماذا؟ تواصل مصلحة أنا بسميه يعني فيه إلك مصلحة معينة فعشان هيك أنت مهتم في موضوع الاتصالات أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا بقولك أنه جيد جدا ما فيه أي خوف أو قلق من أي شيء بتقدر تنجز كل الأعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار بطريقة عقلانية وبطريقة بسيطة جدا يعني مشحون بقوة وبطاقة عالية جدا بتقدر أنت من خلالها تنجز كثير من الأعمال ممكن تهتم بوضع صحي أو بأشياء صحية أو بعشاب أو مكملات غذائية أو احتياطات لازم إلى الفتر القادم لأن الوسواس شغال فيك مزبوط تنهمك في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض مع هيك بتكون تخففه من النفقات القمر شوي بعدلك نوع من أنواع التفاؤل تستعيد حماستك وبتنتعش صداقة أو علاقة مهنية ممكن تمارس جميع صلاحياتك بنجاح وكفاءة أهم شيء أنه يكون في عندك النشاط القابل أنك أنت تتحرك ممكن يكون في نوع من أنواع الترتبات لأمور إلا علاقة بالسفر أو الدراسي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه شوي نفسياً أنت أحسن رغم الملل والعصبية اللي بتجيك من لحظات لحظات أو التقلب في المزاج ولكن أنه الأمور بتستقر عندك بشكل جيد أنه نفسيتك يعني شيئاً ما بتكون إيجابية خلال هذا النهار يعني بتقل حديتك وتوترك اللي كان موجود عندك خلال يومين اللي مضوا أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور بتظلها تقريباً أنه في مسعى لأمور إلاها علاقة في المال بظل من الصباح أو من الآن لغاية ساعات الظهر تقريباً ولكن بتجيك الأخبار الإيجابية بتجي تقريباً بحدود في ساعات العصر في أمر معين العلاقة بالدعم المالي أو أعمال العلاقة بالعمل الإضافي أو أشياء نوع من أنواع المستردات يعني في أشياء مطمئنة على المستوى المالي ولكن حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه في أمور العلاقة بالنشاط الفكري يعني اتصالات مراسلات يعني أشياء تجهيزات لأمور إلاها علاقة ببحوث معينة أو دراسة على موضوع معين مطالعة اهتمام بأشياء معينة خلال الفترة هاي بكون عندك نشاط عالي جداً في هذا المجال فعشان هيك بنقولك أنه استغل هاي سرعة البديهة الموجودة عندك أو قدرة التواصل أو توصيل المعلومة بتساعدك بشكل كبير خلال هذا النهار للتسويق أو لتوصيل المعلومة اللي بدك إياها مع الشخص اللي بدك إياها أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أن الأمور على مستوى البيت مستقرة يعني جيدة بتقدر تقول أنه في نوع من أنواع التفاهم الكامل على مستوى البيت تقدروا تنجزوا إنجازات كثيرة العلاقة في البيت إما من ترميمات أو تصليحات أو اهتمامات بشؤون أحد أفراد البيت بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا الأمور العاطفية بشوف إنها روتينية عادي ما في أي إشي سلبي موجود على الساحة ولكن في ساعات بين الظهر والعصر تقريبا بصير فيه نوع من الاهتمام المكثف للاهتمام بالحبيب أو للتواصل معاه أو الاتصال معاه أو الاطمئنان عليه أو لحل مشكلة معينة أو لتبيان سوء تفاهم صار ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا بقول لك أنه يعني الأعمال بتقدر تنجزها أنت بأريحية ما عندك أي مشكلة لأي عمل بتوكل لك خلال هذا النهار بتنجزه أنت مرتاح الاهتمام بصير اهتمام صحي ممكن تهتم بأمور إلها علاقة ببعض الأشياء الجانبية أو العرضية اللي ممكن تصير معاك من أمور إلها علاقة بالأمعاء أو نوع من أنواع المغص أو الإسهال أو أشياء إلها بالتلبكات المعاوية أو أشياء من هذا القبيل دير بالك على معتك وعلى بعض الأمور اللي إلها علاقة بشد العضل أما بالنسبة لبيتك السابع فبيت الشراك المالي والعاطفية أنا شايفه روتيني عادي ما في أي شيء يأثر عليك بشكل سلبي بتتعامل بالأمور أنت بطريقة عقلانية عندك قدرة على التواصل وإيصال المعلومة بشكل طبيعي أما بالنسبة للبيت الثامن فالقمر موجود فيه وذكرنا التوقعات بالبداية عنه بالنسبة لبيتك التاسع فيه اهتمامات كثيرة في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو أشياء إلها علاقة بالمراسلات أو الدراسة أو البحوث أو أشياء من هذا القبيل ممكن تهتم فيها ممكن بترتب لأمور مستقبلية بتتعلق بتعطيلات صارت إلها علاقة بالسفر فبترتبها أنت للفترة القادمة بالشكل جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه في ضغط كبير على مستوى العمل خصوصا اللي بيشتغلوا في المؤسسات الكبيرة يعني في نوع من أنواع التوتر خصوصا مع زملائهم أو رؤسائهم بالعمل لأنه حاولوا أنهم يضغطوك أو أنت انضغطت بالعمل بسبب توكيل أمور لا إلك أنت مش جاهز لها أو هي مش اختصاصة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور التواصل والاتصالات مع أصدقاء أو زملاء أو علاقات عامة لحل مشكلة معينة أو لتوطيد العلاقات أو للإطمئنان عليهم بيكون قوي جدا خلال هذا النهار فيه أمور إيجابية وممكن تسمع خبر إيجابي أو ممكن أشياء تفرحك تجيك من بعيد أما بالنسبة لبيت المتاعف هو جيد جدا بدعمك بشكل قوي جدا خلال هذا النهار بيساعدك في حل كثير من الأمور وممكن أنه يكون فيه إيجابية أو موضوع يعني بيساعدك بشكل عقلاني أنك تتجاوز كثير من الأعمال بتنجزها بطريقة لبقة أو بطريقة السياسة والحنكة والأمور من هذا القبيل فيه نوع من أنواع الاهتمامات بالصحة بتصير بشكل قوي جدا خلال هذا النهار برج العذراء طبعا القمر الآن موجود مقابلكم مباشرة في الحوت فعشان هيك بتتركز الأمور كلها على بيت الشراكة المالية والعاطفية عشان هيك اليوم بتتركز على تنظيم أموركم المالية المشتركة فيه فرص متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريبة لكم بحاجة للرعاية حاذر الإهمال نقطة ضعف الموجودة عندك يعني إلها علاقة بالأمور العمل أو العاطفة هذه فترة صعبة ممكن نتعرضك لنوع من أنواع المواجهة ممكن تكون قانونية أو عاطفية بحذرك أنا من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر المشاكل على أنواعها يعني يعتبر هذا من أصعب أيام الشهر لأنه بمقابلك معناته متعب لإلك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى البيت الأول تقدر أنت اليوم تحقق كثير من الإنجازات لأنه نفسيتك يعني شوي مشحونة بالطاقة رغم أنك أنت متوتر من بعض الأشياء إلا أنه أنت قادر تسيطر عليها بشكل إيجابي يعني حتى أنه اليوم في عندك نوع من أنواع الحيوية ممكن أنت تستغرب منها أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى المال يعني ما في أي نوع من أنواع ضغوطات المالية بالعكس أنت قادر تسيطر على الأمور ولكن المصاريف عندك عالية جدا حاول أنك تحد من مصاريفك حاول أنك تدخر شوي من الأموال هاي ما بتعرف الأيام القادمة شو حاملت لك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك يعني شوي اهتمام بأمور اللي لها علاقة بالاتصالات البعيدة أو اتصالات أو المواصلات أو الاهتمام بالنقاشات أو البحوث يمكن شوي أنت تكون حتى ما لا مبالي للأمور هاي حاب أنك أنت تنطوي على نفسك أو تعتزل الأشخاص أو الناس أو تطفي تليفونك حتى على أساس أنه ما يجيك وجعة رأس يعني نوع من أنواع الراحة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الاهتمام عالي جدا على مستوى البيت ولكن أنه بقولك أنا حاول أنك تكون روتيني أكثر عشان تحد من عصبيتك وتوترك وأنك تكون مشحون خلال هذا النهار عشان ما تختلق أنت المشاكل أو تختلق الأعمال أو تدخل في أشياء اللي هي علاقة في البيت هي ما بتعنيك حاول تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا بقولك أنه روتيني تماما خلال هذا النهار بتعاملك مع الأحبة فممكن أنه يصلك خبر منيح أو نوع من أنواع المصالحة أو نوع من أنواع المساوى في أمر معين خلال هذا النهار وخصوصا في ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت السادس فما بتقدر تنجز كثير من الأعمال المنزلية بدون أي اكتراث لأي شيء عندك قدرة على إنجاز أعمال بشكل جدي عندك يعني قدرة على الإدارة عالية خلال هذا النهار في نوع من أنواع الاهتمام بالوضع الصحي ممكن تهتم بأمور العلاقة بالأربطة أو بالشد العضل أما بالنسبة لبيتك السابع فكما ذكرنا في بداية التوقع أنه حاول أنك أنت تمسك حالك من العصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أن الأمور على المستوى الأموال اللي ما بتعود لك في نوع من أنواع الحدية والصعوبة في التعامل فعشان هيك يحاول أنك أنت تقلل من المصاريف والالتزامات ما تدخل بأي مخالفات خلال هذا النهار على أساس أنه ما تتحمل مسؤولية مخالفاتك القانونية أما بالنسبة للبيت التاسع ففي نوع من أنواع الاتصالات البعيدة أو الاهتمام بموضوع قضية أو ترتيب أوراق أو استعداد لمسألة معينة خلال الفترة القادمة يعني بتبلش الجهز لها من الآن في ناس رح يهتموا بموضيع الأبحاث أو الدراسة أو الإعداد لموضوع معين في ناس رح تهتم بأمور أشخاص خارج البلاد ممكن للإطمئنان على حالتهم أو الاستفسار عن بعض الأمور اللي بتعدلهم أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه في كثير من الإنجازات خلال هذا النهار بتنجزها على مستوى العمل بدون أي تلكو يعني عندك قدرة على إنجاز كثير من العمال والتواصل مع بعض الزملاء أو الشركاء أو رؤسائك بالعمل لحل مشاكل عالقة بتقدر تنجزها أنت بكل سهولة أما بالنسبة لبيتك 11 ففي نوع من أنواع التواصل مع أشخاص معينين إما أنك أنت بتحاول توصل لهم معلومة معينة عشان هم يمشوا عليها أو بتحاول أنك أنت تطبئن عليهم مجرد نوع من أنواع تثبيت العلاقات العامة وفي أشخاص من العذراء ممكن يستغلوا بعض العلاقات أو بعض الأصدقاء لا مصلحتهم في أمور معينة يطلبوا منهم العون أو المساعدة أو أي شيء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فبحذرك تدير بالك على صحتك حاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد خلال الفترة هاي وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالأمراض المفاجئة حاول أنك أنت تلتزم بأمور غذائية أو أمور لتقوي جهازك المناعي وحاول أنك أنت تأخذ قسط كافي من الراحة برج الميزان يبدأ العمل بالتراكم لديكم حاول إنجاز ما بوسعك دون إهمال صحتك يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهمش أنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وأطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا واهتم بسلامتك الجسدية يعني القمر بلش يأخذ منزلة بيتك السادس يعني بلش بدرجات المقابلة فهي هي أصعب فترات دائما لأي برج لما بصير القمر مقابلهم فأنت لسه ما وصل مقابلك هو في بيتك السادس بيت العمل والصحة فعشان هيك إنجز عمالك واهتم بصحتك أما بالنسبة للبيت الأول فمزاجك اليوم شوي متعكر يعني مش بشكل قوي فعشان هيك متقلب اليوم بين إيجابي وسلبي ساعة بتكون مبسوط ساعة مضغوط ساعة معصب ساعة مرتاح يعني فيه نوع من أنواع التقلب في مزاجك حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تطلع من هاي الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه فيه ضغوطات كبيرة عليك على المستوى المالي فيه نوع من أنواع المصاريف أو الأمور إلا علاقة بترتيبات مالية فهي ضغطيتك شوي بتفكر كثير بالأمور المحاسبية أو الأمور المالية حاول أنك أنت ما تجهد حالك زيادة يعني الأمر بس بحتاج أنك أنت تقلل من مصاريفك الأمر مش بحاجة بالفترة الحالية لهذا الضغط أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات يعني فيه عندك نشاط كبير على هذا المجال ممكن اليوم تدخل بنقاشات ولكن إذا كدير بالك أنك تحتد في نقاشاتك فيه منكم ممكن يهتم في أمور إلها علاقة بالدراسة أو البحوث أو الاستعداد لأمور إلها علاقة بالتسجيل أو المناظرات أو الأشياء اللي فيها نوع من أنواع النقاش بس أهم الشيء نركز جيد عشان ما تحتد وتعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا بقول لك أنه هو روتيني بشكل كامل فعشان هيك بتتعامل مع أفراد البيت بشكل روتيني على الطبيعة العادية اللي موجودة عندك إذا كنت عصبي فالجو محتد وإذا كنت من النوع المرن تمشي الأمور بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف اليوم فيه نوع من أنواع الاهتمام بالحبيب راح تتصل معاه أو تتواصل معاه لحل مشكلة معينة أو لنوع من أنواع التفقد أو الاتصال أو ممكن لتوضيح وجهة نظرك في مسألة معينة كانت عاملت لك نوع من أنواع الإشكالية ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك السابع فاليوم أهدى أمور بالتعامل مع الشريك كان شريك مال أو شريك عاطفي تتعامل معاه بأريحية فيه نوع من أنواع الروتين في هذا البيت ولكن في ساعات الظهر ممكن أنك أنت تحل مشكلة إذا تحاورت بشكل لبق وعقلاني أما بالنسبة للبيت الثامن فيه خبر ممكن يجيك في ساعات الظهيرة إلى علاقة بدعم مالي أو مساعدة أو نوع من الاسترداد لبعض الأموال أو بعض الأشياء اللي عالقة إلها فترة ومش عارف إلها حل بخصوص الأموال المشتركة فحاول أنه أنت تستغل فرصة هذا الاتصال أو أنت تبادر بالاتصال إذا كان لك أموال على الناس وبدك تطالب فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الترتيبات اللي إلها علاقة بأمور السفر أو الاتصالات البعيدة أو ترتيب لأمور إلها علاقة بتفقد أشخاص خارج البلاد أو مراسلات خارجية أو بحوث أو دراسات أو أمور قضائية أو راق وترتيب لأوراق معينة أو بتتخذ قرارك لرفع قضية أو أشياء من هذا القبيل كلها رح تكون إيجابية ولمصلحتك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت العمل مع المؤسسات الكبيرة هو روتيني كامل ما فيه لا شيء إيجابي ولا أي شيء سلبي بتتعامل مع الوضع على حسب وضعك أنت العام أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لا اجتماع أو لقاء أو اتصالات مكثفة رح تكون عليك من الأصدقاء أو أنت تجري اتصالات تفقدية في بعض الأصدقاء في نوع من أنواع التودد أو حل شيء عالق ما بينك وبينهم وممكن تستعين في بعض الأصدقاء لخبرتهم أو لحل مشكلة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو جيد خلال هذا النهار يعني بدعمك بشكل إيجابي بتقدر تنجز كثير من الأعمال المكللة إلك وفي نفس اللحظة مهتم بوضعك وبصحتك تقدر أنت تراعي كل الأمور وترتبها بالشكل العقلاني حاول أنك أنت بس ما تنفعل وما تتوتر وهاي أهم النقاط اللي أنا بحذرك منها حاول تهتم لوضعك الصحي وخصوصا الأمور اللي بتيجي عابرة اللي يعني مش متوقعة زي توتر بالمعدة شد عضل أعصاب ألام بطن صداع ألام رقبة أشياء زي هيك حاول تهتم فيها والباقي إن شاء الله جيد برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبحث على البهجي والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوكم للإبكار إلى نشاطاتكم وعدم التلكق ما ضيعوا اليوم من إيدكم حضر بشكل جيد لأعمالك ما ترتجل ممكن تنطلق بمشروع جديد أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إجابات وإشارات مهمة ممكن يبتسم لك الحظ اليوم بشكل جيد أما بالنسبة لأبيتك الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفس اليوم أحسن بالعكس مدعوم أنت بنوع من أنواع الثقة والنشاط الاهتمام بنفسك بشكل قوي جدا ممكن مع ساعات الظهر يزيد هذا الاهتمام بشكل أكبر بنوع من أنواع السعادة والإنبساط أما بالنسبة لأبيتك الثاني فأنا شايف الأمور جيدة شيئا ما على الأمور المالية ممكن اليوم يجي نوع من أنواع المساعدة أو نوع من أنواع الترتيب أو ترتب وضع مالي معين كان صعب أنك ترتبه في الأيام الماضية اليوم ممكن تصل للنتيجة معينة ولكن أهم إشي حاول أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدل على النشاط النشاط الإتصالات ونشاطك البدني النوع من أنواع التواصل مع أشخاص خارج البلاد أمور إلها علاقة بالدراسة أو بالبحث أو بالمناقشة أو النقاشات يعني عندك قابلية كل هذه الأمور بشكل جيد خلال هذا النهار وممكن تستفيد من أي واحد فيهم على حسب مجال عملك واختصاصك أما بالنسبة للبيت الرابع واللي هو أكثر حضوض موجود فيه هي نوع من أنواع الأشياء اللي إلها علاقة بالمنزل إما لقاءات أو اجتماعات أو أمور إلها علاقة بالتواصل ممكن تسمع خبر بخص أحد أفراد المنزل يسعدك خلال هذا النهار وممكن ترتاح من مشكلة قديمة أو مشكلة كانت تتردد خلال الفترة الماضية وكانت مأرقيتك اليوم ممكن أنك أنت تتخلص منها يعني يوم إيجابي على مستوى المنزل في منكم ممكن يهتم في ترميمات أو تصليحات أو أشياء إلها علاقة بالتحسينات أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات يعني يوم إيجابي إن شاء الله بالنسبة لكم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل والإنجازات بتقدر تنجز اليوم كثير من الأعمال الموكلة لإلك بتقدر ترتب أمورك العملية بشكل جيد حاول إنك ما تتهاون فيها رتبها لأنه ممكن تنضغط بالفترة القادمة في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالأمور الصحية أو الرقابة الدوائية أو أمور التغذية أما بالنسبة للبيت السابع فع مستوى الشراكي برضو الأمور جيدة واستقرت خلال هذا النهار فعشان هيك يكون في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الشريك تواصل مريح حاول إنك أنت تستغل هذه الفترة عساس تحسين الصورة أو تجاوز الخلافات اللي كانت موجودة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمر بيهتم يعني أو مهم بالأمور اللي إلها علاقة بالأموال المنقولة أو الأموال اللي ما بترجعلك ممكن اليوم يكون فيه خبر معين لنوع من أنواع الدعم أو الموافقة على دعم معين أو نوع من أنواع المساعدة أو يوعدك أحد الأحبة بمساعدتك بشيء معين خلال الفترة القادمة يعني أمر فيه إيجابية قوية أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم رح يكون غالب عليك الاتصالات الخارجية مع أشخاص خارج البلاد اهتمام فيهم، اهتمام صحتهم، التفقدهم، اطمئنان عليهم ممكن أمور إلها علاقة بدراسة أو موضوع سفر بتأجل أو أنت بتأجل فيه أو بترتب له للفترة القادمة على أساس أنه يتم بوقت معين في منكم ممكن يهتم بمؤسسات تعليمية أو بأشياء إلها علاقة بالتدريس أو الدراسة يعني نشاط رح يكون جيد جدا على هذه المستويات حتى اللي عنده قضية قضائية ممكن يهتم بأوراقها وتكون النتائج لصالحه إن قدر ينجزها أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور يعني بغاية ساعات الظهر بتكون روتينية ولكن في ساعات الظهر للعصر ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام بإشي بطرق على موضوع العمل بتطلب منك التدخل أو وضع حلول معينة أو الاهتمام في مسألة معينة أو إن دعت الحاجة إنك توجه أشخاص باتجاه نقطة معينة لإنجاز بعض الأعمال يعني تنصحهم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور جيدة على مستوى الأصدقاء اليوم في نوع من أنواع التواصل مع الأصدقاء بشكل مكثف فعشان هيك بتتفقد كثير من الناس ممكن أنت راعي ظروفهم ممكن تستشيرهم في مسألة معينة ممكن أشياء لها علاقة بالمصلحة يعني مصلحتك عن شخص معين تبادر لسؤاله أو طلب العون منه في مسألة معينة فما رح يقصر معك أما بالنسبة لأبيت المتاعبك فهو اللي شوي بيجيب لك بعض التواعقات الصحية أو بعض الألام العابرة ممكن تخليك تهتم شوي بصحتك أكثر حاول أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك بدون ما تخليها تتراكم عليك حاول أنك تهتم بالوضع بشكل إجمالي بدون تقاعص عشان ما تكون هاي أعباء عليك في الفترة القادمة برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم إش أنك تلطف من الأجواء التفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولة وبترتفع نسبة الحظوظ بشكل كبير طبعا القمر موجود في البيت الرابع بيت البيت فعشان هيك بيراكز على الأمور العائلية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا بشوف أنه شخصيتك اليوم شيئا ما إيجابي يعني فيه نوع من أنواع الاستقرار رغم أنه يعني عادة منزلت القوس كاملة بتعمل عملية تربيع مع القمر فبتكون الحظوظ قليلة فيها ولكن اليوم يختلف تماما أنه أنت فيه عندك نوع من أنواع نفسية أو الحيوية أو الإيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي يعني شيئا ما يقدر أنت تتأقلم معها بشكل إيجابي ممكن تطلب دعم أو مساعدة معينة اليوم تلاقي نوع من أنواع الردود عليها وممكن تنشط في أمور إلها علاقة بالأمور المالية زي العمل الإضافي أو الصفقات التجارية أو يعني أشياء إلى اهتمامات بجلب الأمور المالية فتكون الأمور إيجابية وجيدة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم بتنشط بشكل يعني يختلف عن الأيام الماضية في نوع من أنواع الاتصالات والمواصلات والتنقلات عندك اهتمام عالي في الأمور اللي أنا ذكرتها أو النقاشات أو تبادل الآراء أو الأفكار في أشياء إيجابية رح تدعمك وممكن تحقق من خلالها إنجازات أما الأشخاص اللي عمقاعد الدراسي أو اللي عندهم دراسي أو عندهم بحوث بالفترة هاي برضو رح ينجزوا إنجاز كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس ممكن يعني هو اليوم روتيني تقريبا إحنا بنحكي على بيت العاطفي ولكن في ساعات بين الظهر والعصر بصير فيه أشياء إيجابية بالدعمك وبتدعم موقفك ممكن تسمع خبر إيجابي من الحبيب أو ممكن لقاء أو نوع من أنواع التودد أو التلاقي أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه جيد جداً على مستوى العمل فاليوم تقدر تنجز كثير من العمال الموكلة لإلك ممكن تحقق إنجازات عالية جداً بالنسبة للعمل بالتعاون مع زملائك أو شركائك بالعمل ممكن يكون فيه أشياء إيجابية أو صفقات أو أنك توقع على نوع من أنواع النشاط القادم أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الشراكة ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع تفاوض ما بينك وبين شركائك إما لحل مشكلة معينة أو للتوصل لاتفاق معين أو ممكن حتى الاتفاق على رأي معين المهم أنه رح يكون فيه تواصل إيجابي بينك وبين شركائك بالمال وبالعاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور جيدة لغاية ساعات الظهر في أمور إلها علاقة بالتحصلات المالية أو المساعدات المالية أو ممكن الاتصالات اللي بتساعدك على الحصول على بعض الدعم المالي ولكن في من ساعات بعد الظهر بصير الأمر روتيني يعني ما فيه الإيجابية اللي ممكن تحصل منك خلالها أموال إلا إذا حققتها في بداية النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جداً على مستوى الاتصالات الخارجية والابعيدة وممكن يكون فيه مواضيع إلها علاقة بالدراسة أو البحوث أو أشياء إلها علاقة بالامتحانات أو ترتيب أوراق إلها علاقة بقضية أو أشياء بتساعدك في أمور تعلم لغة أو البحث عن حضارة أو حتى ممكن حضور أشياء أو أفلام إلها علاقة بالمغامرات أو بحضارات أو لغات ثانية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى إنجاز الأعمال القائمة الأعمال اللي إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة ممكن أنك تتعاون أنت وأحد زملائك أو أحد رؤسائك بالعمل لحل مشكلة معينة بتواجههم بالعمل فأنت تبادر أو يكون عندك الحلول أو النتائج الإيجابية لهذا العمل وحله أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات والأصدقاء فبساعدك بشكل واضح جدا بتعاملك مع الأصدقاء ممكن نوع من أنواع التواصل أو التعاون أو طلب المساعدة أو المشورة في أمر معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فشوي بضغطك صحيا بيجيب لك أشياء غير متوقعة من الأعراض الجانبية ممكن زي أشياء العلاقة بوجع الأسنان أو إلها علاقة بوجع أسفل الظهر أو أمور إلها علاقة بالحبوب على البشرة برج الجدي بتكثر عندكم خلال هذا النهار الاتصالات والتنقلات يوم مناسب للقيام بخروجة أو نزهة أو رحلة قصيرة طبعا للأشخاص اللي بقدروا يخرجوا مش زي حالتنا حضر تجول وممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو مع جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحان وللمشاركة بالمؤتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار أو الإعجاب طبعا القمر بما أنه في البيت الثالث فبعطيك هاي الميزات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه شوي نفسيتك اليوم أحسن عندك نوع من أنواع الثقة بالنفس أو عندك قدرة على إدارة شؤونك النفسية والمعنوية بشكل واضح أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي في فرص اليوم لتحقيق بعض الإنجازات المالية أو بعض المساعدات والدعم المالي أهم إشي أنك أنت تقلل من مصاريفك ممكن تجري بعض الاتصالات اللي ها علاقة بالأموال أو ممكن اللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي أو بالصفقات التجارية يحققوا بعض النتائج أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه إيجابي مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الرابع فالاهتمام بتركز كله على البيت فعشان هيك في نوع من أنواع الاهتمام بالأمور العائلية أو بالشؤون العائلية أو ببعض أفراد العائلة بتحاول أنك أنت تتواصل معهم أو تتقرب معهم خلال هذا النهار ممكن تقرروا مسألة معينة أو تتفقوا على شيء معين بيبسطك أو بيسعدك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية عندك عالية جدا خلال هذا النهار ممكن أنك تتواصل مع الحبيب أو تتفقده أو تبحث عن شيء معين يرضي الطرفين يعني أمور إيجابية ممكن أنك أنت تستغلها لتصليح إذا كان بعضك في مشاكل بينه وبين الحبيب وحاب أنه يصلحها خلال هذا النهار الأمور إيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فبتقدروا اليوم تنجزوا كثير من الأعمال الموكلة لإلكم عندكم نشاط يعني قوي جدا لإنجاز الأعمال ممكن تهتم برضو بأمور صحية تتعلق فيك أو في أحد المقربين ليلك ولكن أنا شايف يعني الاهتمام بوضعك هو اللي رح يكون طاغي على الساحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى الشراك المالية والعاطفية روتينية تتعامل بشكل روتيني لا إيجابي ولا سلبي يعني بس بغلب عليها نوع من أنواع الراحة والهدوء رغم أنه أنا بعتبر أنه هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة كأنه أنت والشريك الآن يعني بتتربصوا لبعض لفترة ممكن أنه يصير فيه نوع من أنواع الهجوم حاول أنك أنت تمسك حالك رتب أمورك بشكل جيد ما فيه داعي للعصبية ولا المشاكل فيك أجواء أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الدعم المالي يعني فيه نوع من أنواع الراحات ممكن اليوم في ساعات الظهر أو من الظهر للعصر يعني يكون فيه بشائر خير لأمور العلاقة بالدعم المالي أو المساعدات المالية يعني بتجيك نوع من أنواع الأشياء الإيجابية بتدعمك بشكل قوي جدا وممكن تحقق إنجازات أو وعود يعني تساعدك للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية على مستوى أوراق قضائية على مستوى معاملات قانونية على مستوى امتحانات أو سفريات أو أمور الهلاقة بالسفر فممكن ترتب أمورك أنت على حسب الصياق اللي أنا ذكرته إنه إيجابي فترتب للفترة القادمة بما يتعلق بوضع الكواكب اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما من الحضوض على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة والشركات الكبيرة فأنت بتتعامل بشكل روتيني أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات والأصدقاء فممكن اليوم تحقق إنجازات عالية جدا بأي شيء بتعلق بالأصدقاء يعني ممكن اتصال تفاهم مصلحة تقضيها من خلالهم نصيحة معينة يتشور عليهم بأمر معين فهم يلتزموا فيها تتباحث أنت وأصدقائك للقاء أو دعوة أو حضور اجتماع معين أو لقاء بجمعك في بعض أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو آمن تماما ما في أي شيء بأثر عليك بشكل سلبي خلال هذا النهار عشان هيك بتلاقي نفسيتك أحسن وبرضو مدعوم بالحيوية والنشاط تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك خلال هذا النهار وممكن تهتم بالأمور اللي إلها علاقة بالأعشاب أو المكملات الغذائية أو أشياء بترفع الجهاز المناعي برج الدلو ممكن تحصل اليوم على مبلغ من المال بدخل نوع من أنواع التحسينات أو التحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي تستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر المبالغة بمصروفك وعطاءاتك ممكن تظهر مصريف غير متوقعة طبعا القمر في البيت الثاني بيت المال فمعروف أنه هاي النتائج اللي ممكن يعطيك إياها أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور النفسية عندك أحسن يعني مشحون بطاقة كبيرة عندك قابلية لفعل أي شيء اللي يحسن من مزاجك ومن نفسيتك تقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار وممكن يكون فيه عندك نوع من أنواع الحيوية تلفت انتباه الجنس الآخر لإلك أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث بدعمك على أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات ممكن يساعدك في كثير من الأمور وممكن ينشلك من كثير من الضغوطات ممكن أنه يكون فيه أشياء أنت ما كنت تتوقعها خلال الفترة الماضية حاول أنك أنت يعني تركز على الأمور بشكل إيجابي ممكن أنت اليوم تتباحث أو تناقش مسألة معينة ويكون لها صدى كبير وتحقق إنجازات ما كنت أنت تتوقعها في منكم ممكن يهتم في أمور لها علاقة بالاتصالات والمواصلات مثل الهواتف أو مثل السيارات يعني يهتم فيها كمشترة أو الإطلاع عليها أو الاستبدال أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت رغم أنه الفترة الماضية كانت ضاغطة على مستوى البيت فلكن اليوم أحسن ممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحات أو فتح موضوع للمصالحة أو توضيح وجهة الرأي أو النظر ممكن أن تتحقق من خلالها إنجازات ويكون يوم سعيد على مستوى المنزل أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فهو دعمك بشكل قوي جدا بالحضوض ودعمك أيضا على مستوى العاطفي فعشان هيك اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل بينك وبين الحبيب أو لقاء أو ممكن حتى أنك أنت تتصل تطمئن فيه هاتفيا ولكن أنه الأجواء جيدة جدا بينك وبين الحبيب ممكن أنك تنجز أي إنجاز أو تعمل أي تحسين يطور هذه العلاقة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه يعني بداية النهار بتكون مضغوط شوي بالأعمال مكللة إلك ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتنجز كثير من الأعمال وعندك نشاط عارم بصير عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال في منك ممكن يهتم بوضع صحي إلو أو لأحد أحبته أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكي وخصوصا في ساعات الظهر يعني بيصير فيه نوع من أنواع تبادل الآراء أو تحسين الوضع العائلي ما بينك وبين الشريك فممكن تنجز إنجازات رائعة برضو معاه وممكن يترتب لأمور مستقبلية أما بالنسبة للبيت الثامن فهذا إلو علاقة بالأموال وخصوصا الأموال اللي ما بتعود لك فممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو طلب بعض الأموال أو المساعدة أو سلفي أو قرض معين أو ينعرض عليك حتى إنه أشخاص بدهم يساعدوك في مسألة معينة يعني الأمر برضو ممتاز أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ما في عندك رغبة كبيرة بالاتصالات الخارجية يعني ممكن إنه إذا تم الاتصال هو نوع من أنواع الأشياء الروتينية بس إنه والله أنا بدي أتصل أعمال اللي علي أتفقد هالأشخاص أو أتواصل مع الناس اللي أنا بعرفهم وفي منكم ممكن حتى يتهرب من اتصالات بعض الأشخاص أما اللي عندهم دراسة وعندهم امتحانات أو بيعدوا لبرنامج دراسي معين اليوم ممكن ينجزوا والحظ يكون حليفهم أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بقول لك إنه على مستوى العمل فمع الشركات الكبيرة هو روتيني ممكن تنضغط بس في مسألة إلها علاقة بالعمل في ساعات الظهر للعصر ممكن يكون في اتصال لطلب مساعدتك في مسألة معينة أو المشورتك في أمر بتعلق بالعمل أما بالنسبة للأعمال اللي أنت على رأس عملك فيها فهي روتينية بتعملها بالشكل الطبيعي أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى العلاقات والأصدقاء ممكن اليوم تجهز لشيء ويكون نتائج أو وعد لأمر بالأيام القادمة رح يتحقق حاول أنك أنت تستغل هذا النهار لطلب الدعم والمساعدات وممكن اللي جاي يكون إشي مبشر كثير بيجيك من خلال صديق أو من خلال معرفة أو علاقة من العلاقات اللي أنت بتعرفها أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو شوي بيضغط عليك شيئا ما فعشانك بيجيب لك أعراض جانبية حاول أنك تهتم بصحتك وحاول أنك تراقب وضعك بشكل جيد بدون تهاون إنجز الأعمال الضرورية اللي بتقدر عليها وحاول أنك أنت ما ترهق حالك زيادة حاول تأخذ قصد كافي من الراحة برج الحوت بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتعزز معنوياتك من جديد وبتتحمس للمبادرة وإدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر صار أو استعداد لورشة جديدة تعتبر من أفضل أيام الشهر يعني هذا عن بيتك الأول بيت الشخصية اللي بتواجد فيه القمر هاي النتائج اللي ممكن تحصل عليها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثاني جيدة ممكن اليوم تحقق كثير من الإنجازات المطلوبة منك ممكن اليوم تلجأ لموضوع مالي أو مساعدة مالية أو أمور العلاقة بالعمل الإضافي أو الصفقات التجارية أو ترتيب أمور العلاقة بالفوترة أو المشتريات ولكن أهم شيء أنك تقلل من مصاريف قدر الإمكان ولكن أكثر شيء رح يلفت انتباهك أو ملفت للانتباه رح يكون خلال هذا النهار هو بيتك الثالث أنت اليوم عندك نشاط عالي جدا في أمور إلها علاقة بالاتصالات أو حل مشاكل إلها علاقة بهاتف أو سيارة ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بامتحان أو مناقشة أو ترويج لسلعة معينة أو ممكن صفقات تجارية مستقبلية العمر كله رح يكون إيجابي على كل اللي أنا ذكرته اليوم رح يكون إيجابي قوي جدا على كل اللي أنا ذكرته بالعكس عندك قدرة عالية جدا على إقناع الأشخاص بوجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الرابع مستوى بيت البيت يعني ما بدنا نحكي روتيني في التعامل ولكن إنه شوي بعطيك نوع من أنواع الإيجابية فيه نوع من أنواع التواصل فعشان هيكي بعطيك إيجابية ممكن تسمع خبر جيد ممكن يكون فيه جو من المرح أو نوع من أنواع التودد ما بينك وبين أفراد البيت ما بينك وبين إخوتك وأحد والديك ممكن تهتم بصحة أحد الوالدين ولكن برضو بكون الأمر منك أنت فيه إيجابية أعلى خصوصا بالاتجاه الهدوء داخل المنزل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغوطات على المستوى العاطفي وعلى مستوى الحدود فعشان هيكي ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التوتر ما بينك وبين علاقة أو ما بينك وبين الحبيب بسبب كلمة أو تصرف وتحاول أنك أنت تدافع عن نفسك فتروح إلا أنت معصب فتزيد الطينة باللي زي ما بحكوها حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان بدون أي عصبية أو تهور أما بالنسبة للبيت السادس فهو بيدعمك على مستوى العمل فممكن اليوم تنجز كثير من العمل المطلوبة منك ممكن اليوم تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك ولكن على مستوى العمل هو إيجابي قوي جدا يعني حاول أنك تستغل هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فأنا بقول لك على مستوى الشراك المالية والعاطفية جيد جدا ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين الشريك ممكن تخطط لشيء معين أو ترتب لموضوع معين أو حتى يكون فيه لقاءات ودية موجودة ما بينكم يعني تسعدوا في هذا اللقاء أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن يعني فيه ساعات بين الظهر والعصر يعني يجيك اتصال أو يجيك خبر معين إلو علاقة بدعم مالي أو مساعد مالية أو سلفي أو قرض مالي أو أمور إلها علاقة بمشروع أو أي شيء مبشر إلو علاقة بالأموال فممكن هذا يساعدك ويبشرك بأمور مستقبلية قادمة أما بالنسبة لبيتك التاسع ففي اليوم عندك كثير من الاتصالات الخارجية أو الاهتمام بأشخاص خارج البلاد وممكن أشخاص منكم يهتم بمواضيع الدراسة أو البحوث أو أشياء العلاقة بالاتصالات البعيدة مثل مراسلات أو مثلا استقبال فاكسات أو اطمئنان على صحة أفراد خارج البلاد واللي عنده موضوع قضايا قضائية بيقدر يرتب مثلا أوراق إلى إلو أو أشياء العلاقة بالقضايا تكون لمصلحته في الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه جيد على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن أنك تحقق من خلالها إنجازات رائعة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد جدا خلال هذا النهار ممكن أنت تتواصل مع أحد الأصدقاء للمساعدة أو للمعونة أو للاطمئنان وممكن تطلب مشهورته في مسألة معينة وممكن هو اللي يطلب مشهورتك فأنت تبادر بإيجابية معه أما بالنسبة لبيت متاعبك فبدك تكون حذر خصوصا على الأمور الصحية راقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول أنك أنت تراقب غذائك حاول ما ترهق حلك زيادة وتخلد للراحة حاول إذا بتأخذ أنت مكملات غذائية أنه حاول أنك تركز على الأشياء اللي إلها علاقة بالأعصاب إلها علاقة بالجهاز التنفسي وإلها علاقة برضو في أمور العضلات مثل شد العضل أو توتر العصبي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء